اللهم إني استوضعتك أخي فاحفظه بحفظك واجعل له توفيقا وتيسيرا اللهم إني أخشى عليه من ضر يمزه فاحفظه لي بعينك التي لا تنام اللهم إني لي شخصا غاليا مسافرا استوضعتك إياه فاحفظه لي وأنت الكريم الذي لا يضيع ودائع اللهم إني لي مسافرا حصنت قلبه ونفسه وعافيته بإسمك فاحفظه لي إزايكم عاملين إيه يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال طبعا قبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا تعالوا نصلي ونسلم كده على رسول الله علي أفضل الصلاة وأتم السلام اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبيه وسلم طبعا عايز أقول لكم بقى أن انتم حشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات وبحب أرحب كل حبيب قلب الجداد اللي دخلوا معايا كده في القناة طبعا وجدكم على راسي ويزدني شرف وطبعا يزد عيلتي كده واحد أخ أو أخت أيا كان فطبعا عايز أقول لكم بقى أن انتم أجمل حاجة كده في حياتي ربنا يباركلي فيكم ويخليكم ليه تعالوا بقى كده نذكر بعض بالفيديوهات اللي فاتت عملنا كذا فيديو كده وأنا عند ماما وحبيت كده أن أورت لكم كده مقطع بسيط كده أن احنا عملناه أول مقطع طبعا كان أول ظهور لأمي حبيبتي طبعا ربنا يباركلي في عمرها يا رب كده ويخليها لي وخبزنا مع بعض كده عيش فلاح حلو جدا وعملنا كمان منبار وعملنا آآ محشي وعملنا حاجات كتير جدا لو لسه بقى ما شفتش الفيديوهات ادخلي بسرعة كده شوفيها هتعجبك جدا كلها روتينيات مشجعة محمسة هتديك طاقة إيجابية وهتخليك كده تقوم بتشوف اللي وراك ايه وتعمليه بسرعة بسرعة يلا بقى بنا كده نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة وطبعا ما ننساش الدعاء الحلق بتاعنا ده اللي بيدينا دايما طاقة وبيدينا نشاط كده وبيخلي ربنا دايما معانا اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا زل قوة المتي أول حاجة بقى عملتها كده كنت حضرت البشاميل على الفكرة ده كان يعتبر أول يوم أول يوم على فكرة أنا روحت في على طول فأخويا كان مسافر كده فقالا كان نفسه على فكرة في المكارونة بالبشاميل يعني كان قيل عليها من بدري فاهميني يعني أنا كنت هناك مرة فقال لي من زمان صراحة أنا كنت ببقى مضغوطة فما ببقاش يعني معرفتش إن أنا أعملها المهمة أول ما روحت قلت إيه نعملها كده أول ما يجي يتغدى منها وتبقى جاهزة طبعا آآ على قولك بقى طريقة تحضير البشاميل إزاي هتحط كده 3 معلق سمنة أو زيت أو زبدة المهم عليهم 3 معلق دقيق يعني كمية الدقيق زي كمية السمنة أو الزيت أو الزبدة تمام وبعد كذا بتبدأ ايه تقلبيهم كويس جدا ولما تشم كده رحة نزorangة الحياة الدقيق إيه أخد في الزيت أو السمنة أو ممكن أن تحط حبة زياد كده وعلهم معلقة زبدة الطعاميهم أو برضو سمنة تحط عليها معلقة زبدة المهم الطعاميها وبعد كده تنزل عليهم ايه باللبن طبعا حضرته بقى طبعا انا وامراد اخويا وجهزناك كده وحضرناها علشان طبعا آآ نجهزه للغدا كده ده يعتبر اول ما رحت كنت حابة بقى ان انا نعمل ايه فراخ متابلة فطبعا آآ مراد اخويا في الوقت ده كانت وقفة بقى بتجاهز البصل علشان هنعمل آآ يعني اللي هو العصاق بتاع الفراخ بتاع الماكارونة كنت انا هو يعمله كده بصدور الفراخ تمام لو انت عندك لحمة بقى حابة تعملي بيها ممكن تعمليه لو انت عندك آآ كبد وقوانس وحابة تعملي بها برضو لو عايزة ترجع للقناة كنت عاملة فيديو برضو كان في منتهى الجمال ممكن ترجع للقناة وتشوف الفيديو ده كانت بجد بجد كانت طريقتها حلوة جدا وفي نفس الوقت بتسهل عليك هنا بقى خلاص مرات اخويا ربنا يبرك لها في عمرها يا رب ويخلي لها ابنها كده آآ حضرت البصلة وجهزتها كده وحمرتها جنبي وكمان قطعت لها انا بقى طمط ماية وقرنين فلفل شريح كده وبدأت انزلهم عليها لقين طبعا الفراخ بتبقى آآ بيضة كده فاهمين فمش حابة انا حابة اكسر اللي هو اللون الابيض مش حابة اللون اللي هو يبقى في قلبها ابيض قوي ده المهم حطيت عليها بقى ايه الحاجات دي والتوابل بتاحها وشوية برضو ولا رولة هشيله دايما بتلقبط في لورة دي هشيله على طول وانا ايه لما اجي حضر الاكل بصوا بقى طبعا انا رحت لقيت موما محضرة الكرشة دي آآ دي كرشة كانت هي عاملها كده بشربة بشربة يعني حمرة فاكرين زي بتاع ايام زمان دي بقى مش بتخديعها او بسلسة او حاجات من دي هي كانت عاملها كده علشان برضو لغدا فطبعا آآ فيه مننا بيحبها وفيه مش بيحبها فاهميني ازاي فطبعا زي ما قلتلكم الفيديو اللي فات انا هحضر الاكل وهنعمل كزا صنفي يعني علشان طبعا برضو لو حد جاي مسلا دا اخويا او كده او آآ اخوات بابا ممكن هم برضو يتغدوا معاك او كده فالاكل بيبقى موجود والحاجة بتبقى موجودة في البيت بالزاد في الظروف اللي زي دي تمام كانت ممت بقى كانت حبيبتي كانت محضرة للكرشة دي قبلها كانت هي على فكرة جايبة منبار وكرشة وكانت منضفهم جهزاهم انا جيت لقيتها عاملاهم وآآ طبعا ومجهزة الكرشة دب انا زودتها بس ومارات اخويا غسلت الرز وحطته على النار المهم كان يعتبر كده الغدا جاهز هو والمكارونة يعني المكارونة هتجهز كان ده هيعتبر للغدا تعالوا بقول لكم هنعمل ايه اول حاجة عملتها كده طلعت كسين آآ مكارونة او تلاتة يعني على حسب القارب بتاعك اللي هياخد قد ايه المهم انه طلعت تلات اكياس يعني يعتبر كيلو ونص وآآ حطتهم على على النور بقى يتسلقوا وكان في الوقت ده كنت بعمل التدبلة بتاعت الفراخ تمام حطت ايه بقى التدبلة الفراخ زي ما قلتلكو آآ آآ عودين شبهة على بقدونس على كس برع وشوية توم وبصلاية ولمونة وشوية بهارات والملح بتاعي اهم حاجة ونقطة خل مش نقطة نقطة يعني زوده نقطتين تلاتة يعني معلقة خل تمام اهم حاجة تملحي التويبل او الخلطة اللي انت عاملها دي علشان الفراخ بتاعك تتملح حلو جدا وتاخد من كل التدبلة دي تمام طبعا حطي برضو بهارات حطي كل حاجتك اللي انت حابة تحطها للفراخ في قلب التدبلة في قلب الخلاط انا يعتبر على فكرة الفراخ دي كنت اعملها تاني يوم فانا قلت احضرها وحطها في التدبلة علشان ايه تاخد في التدبلة كده وتبقى تمام وحبيت برضو صورها لكم وعلى فكرة نزلت لكم شكلها وطريقتها بقى يعني شكلها بعد ما تلعت من الفرن كده ورتها لكم الفيديو اللي فايت يبقى كده خلاص معايا بقى المكارونة بتتسلق على النار وطبعا هنا بقى زي ما انتم شايفين المطبخ كركبة ومواعين والدنيا كده بايزة لان طبعا لما بصور كل حاجة بتبقى مدهولة جنبي المهم خدت بقى الفراخ زبطتها كده علشان ابدأ احطها ايه شوية في التلاجة طبعا تمسك الفراخ تبدأ ان انت تقطع فيها كده بالسكينة او تنغزيها كده يعني ازاي يعني تفضلت تدخل السكينة فيها كده علشان كل الخلطة بتاعك اه تنزل في قلب الفراخ البشاميل برضو جاهز فضلت الرخامة بقى علشان هبدأ ارتب الحوض وغمضوا عنكم بسرعة بسرعة تعالوا شوفوا الحوض بتاعي ما شاء الله نضفتوا ورتبتوا الدنيا علشان اكمل يوم كده وانا ايه اه يعني ابقى شغلة كده والحاجة نضيف قدامي تحس ان انت كده ايه تقطع ايجابية ومبسوطة وتمام تمام الوقت ده كانت المكارونا خلاص اتسلقت اتسلقت تمام معلش لو الحروف ضاعة مني شوية يعني ايه عدوها المهم اه مكارونة البشاميل بتحط له الزيت كل الحكاية حبة ملح بس في المي طيب لو انت حبة تزود السوا بتاعها شوية عادي جدا هيدكي اه ده هيدكي على فكرة اه يعني هتطلع معاك احسن تمام يعني ازاي لو انت سوتها قوي فالمكارونا اصلا هتلاقاها بتمسك في بعضها كده شوية مش تعجنيها يعني قوي لأ تسويت بقى مستوية زيادة عن اللازم المهم اه سوتها وحطتها في مصفة كده فترة علشان تصفي لو فاها مية او اي حاجة وعايز اقول لكم بقى نسيت حاجة مهمة جدا نسيت اصلا اقلب شوية بشاميلة على المكارونا اللي هتتحط تحت فاهمين بس الحمد لله هي طلعت حلوة وطلعت تمام المهم اه كانت اه حطت بقى مع اه شوية بشاميلة كده في الطاصة او القرب اللي انت هتشتغل فيه على فكرة اول مرة حطت بشاميلة كنت على طولة دين الطاصة آآ سمنة او زيت فقلت اجرب بقى البشاميلة كده يكون تحت هشوف ايه النتيجة يعني بس صراحة ما حبيتش الطريقة دي لأ اما بتحط زيت او سمنة القطعة بتطلح كده بتسيب تحت وتطلع اما دي لو لو المكاروناية شربت من البشاميلة فبتلزق كده معاك تحت ما تبقاش تمام ده عن رأي الشخص يعني تمام? حطي الطبقة تحت وروح تحط عليها شوية بشاميل والله العظيم بجد كنت نسيت خالص ان انا اصلا اقلب نص المكاروناة في البشاميل على فكرة انا بقلبها كلها ما بقلبش نص ونص بقلب المكاروناة كلها وبعدين ببدلق نص تحت والنص فوق وده بيبقى سبب تمسك المكاروناة معايا والخرطة بتطلع كل خرطة كده لوحدها يعني بصوا بتطلع خرطة بخرطة ما فيش واحدة بتتكسر من التاني. بس ما علينا المهم الحمد لله يا كنت عموها في منتهى الجميل وهتشوف شكلها دلوقتي عامل ازاي? خلصت بقى حطت كل الكمية اللي قلتلكو عليها كده في القارب. وهبدأ ان انا نزل كل حاجة في قلبها. طبعا عايز اقول لكم بقى باللي عليكم. تدعو دعوة حلوة كده الاخوية ربنا يوصلوا بالسلامة يا رب كده ويرعاه ويحافظ عليه يا رب العالمين. طبعا يا جماعة آآ ما فيش اغلى من الاخ في الدنيا كلها. مهما اخوك عمل فيك. مهما انت عملت فيه. مهما حصل ظروف ده اخوكي. فانت لو انت مخصم اخوكي. لو لو حد مسلا مش بيكلم اخوه. لو كده. لو بتسمع الفيديو بتاعي. ما تضيعيش وقتك في الخصام. ما تضيعيش وقتك ان انت تبعد عن اخوكي. اغلى ما في حياتك. عد الحياة وعد الامور وبدأ انت ان انت تبقى احسن منه حتى. فربنا يا رب يرعالنا آآ كل اخواتنا ويحافظ لنا عليهم. المهم دخلت كده بقى الصينية الفرن ما شاء الله الله هو اكبر زي ما انتو شايفين شكلها كده. عفاقية كنتو محضرة لها للجبن. عشان اول ما روح اطلحها. يعني انا راح انا راحة بالوقت ابص عليه عشان ايه? احط الجبن على وشة. لقيتها ما شاء الله الله هو اكبر زي ما انتو شايفين شكلها كده. فوالله خدت الجبنة تاني وعنتها محطتش عليها حاجة اصلا. يعني دي تعتبر بدون اضافات ولا لبن وبيض ولا اي حاجة. تمام? فانت لو حابة تعملها كده. تجرب بس طريقتي. حابة طعام البشامل بتاعك برضو بشوية جبن موجودة عندك. مكسم الجبن كده وتحطها عليه. فحطيه زي ما انت حب. انا والله عملتها بالطريقة دي وزي ما انتو شايفين. انا خرجتها من الفرن وقطعتها معاكم دلوقتي حالا. وزي ما انتو شايفين شكلها وكان طعمها ما شاء الله الله اكبر تحفى. اهم حاجة عايز اقول لك في العصاق بتاع البشامل بالزات. ما تحمريش ما تحمريش البصل قوي. البصر يدوب. يعني ياخد لون بسيط كده من الحمار تبدأ تنزل على طول ايا كان. لحمة فراخ. اه حابة انت تعملها جبن. حابة اي حاجة تروح تنزلها على طول. فبصي العصاق بتاعك ما ياخدش معاك لون زيادة. بيديك البصل كده كرمالة وطعم في البشامل اللي في منتهى الجماعة. بصوا ما شاء الله الخرطة من جوه عاملة ازاي? خلاص بقى حبابي كده كنا في الوقت ده كان الاكل جزود غدينة الحمد لله. وكمان كنت حابة عمل لهم بقى طبعا في ناس في الوقت ده. يعني مسلا قريبنا كده بيجوا يسلموا على اخويا طبعا احنا دي من عادتنا. لو حد مسافر او حد جاي من برضو من برة. فكل قريبنا حبابنا كده بيجوا يسلموا عليه. عملت كوكتيل بقى كده جوافة وموز جوافة وموز وفراولة. حطتهم على بعض. لو عايزة تحط عليهم بقى كبية لبن. بس يعني احنا مش بيحب اللبن او عليه. حطي وقطحت كده موز في الكبايات من تحت. وطبعا قدمت كده زي ما انتم شايفين. عايزة اقول لكم بقى في الوقت ده كنا جاهزنا شنطة اخويا ربنا يسلح له حالة ورب كده ويوصل بالف سلامة وربنا معاه. جاهزنا له شنطته وحضرنا له حكته. آآ انا بقول حضرنا له على فكرة يعني انا مش انا لوحدي يعني كلنا كلنا اللي في البيت موجودين بنحضر سواء انا ومامتي ومرات اخويا بابا. لان اللي مسافر ده بيبقى محتاج يعني انت تقفوا مع بعض ان انت متبقش لوحدك بتعمل اي حاجة. حطنا له عشب كمية كبيرة وحطنا له كمان آآ بطرمان عملنا له له سمنا بلدي وعملنا له ملوخية من الخضرة. وحطنا له بصوا اكلي كفيه فترة. يعني فاهميني ازاي? ان هو رايح منطقة عزلة ربنا يسلح حاله. وسلفنا له كده الاكل بتاعه. حطنا له في الشنطة بتحته. عايز اقول لكم بقى ربنا يسلح له حالكم ده تبعوه دعوة حلوة من قلبكم. وخلاص فيديو النهاردة يكون خلص على خير. اسفكم في العاية الله وحفظه. مع السلام.